استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر بقصر ليضابية صباح اليوم دكتور أما بيلا جيلوس مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين حاليا وخلال اللقاء نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين وما تشهده من تقدم في إطار ما يحرص عليه البلدان دائما بتوسيع أفاق التعاون والتنسيق بينهما فيما نقل دكتور أما بيلا جيلوس إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام مملكة البحرين بتوسيع مجالات التعاون الثنائي مع دول آسيا ومنها جمهورية الفلبين الصديقة منوها سموه بما يبديه الرئيس الفلبيني وحكومته من حرص على توسيع التعاون مع دول مجلس التعاون بشكل عام ومع مملكة البحرين بشكل خاص من جانبه أعرب دكتور أميبيل أغيلوس عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعمه واهتمام سموه بكل ما مشانه توطيد علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلادين الصديقين مؤكدا سعي بلاده المستمر لدعم النموذج المتقدم للعلاقات البحرينية الفلبينية ويتعزز التعاون الثنائي على كافة المستويات اشتركوا في القناة